سيداتي سادتي شجون الثقافة العربية تبعت الكثيرين على اليأس لكننا عندما نتتبع مسارات الثقافة الموازية في القارات القديمة والجديدة في الشرق والغرب ندرك أننا لسنا وحدنا من يواجه هذه الإشكاليات وأن غيرنا قد سبقنا في الانتصار على صعوبات التنمية العلمية والمعرفية وأن الأمم العريقة التي استطاعت تطويع تراثها وتدريب ثقافاتها على الانفتاح والتعددية وأن تستوعب مقدسيات ثقافة المعرفة من نهم التجديد والالتزام بالتطورات المنهجية للعلوم الطبيعية والإنسانية دون تفرقة ومساءلة الموروث الثقافي ونقده بل ونقده أحيانا اعتمادا على الحجة والبرهان وتغليبا للصالح العام والتقيد بمنظومة القيم الأخلاقية لعصر العلم مع الحفاظ على المرتكازات الروحية لثقافتنا القويمة كل ذلك في تقديري يضمن لنا تأسيس مجتمعات المعرفة وتأصيلها في وعينا الجماعي وإرادتنا الكلية إن المثقف بطبيعته يجب عليه أن يأكذ موقفا ناقدا تجاه مجتمعي فليس دوره التأكيد على الإيديولوجيات السائدة بل مساءلتها فهو عنصر التجديد الفكري في المجتمع ولكنه في الوقت نفسه حافظ هوية هذا المجتمع ومن ثم عليه التجديد مع التأصيل فيضمن العودة إلى الجذور من جهة والانفتاح على الجديد من جهات أخرى فكل ثقافة حية متغيرة متجددة يجب عليها التواصل مع ماضيها والانفتاح على غيرها فيصبح التجديد مع التأصيل دور المثقف في كل مجتمع فإن الجري وراء الجديد دون تأصيل سيؤدي إلى التخبط في الضيار كما أن الانغلاق في الماضي ورفض الجديد الوافد هو استسلام لانتحار بطيء ترجمة نانسي قنقر